السلام عليكم انا رضا نتكلم عن موبايل جديد شركة ريلمي اعلنت عنه والموبايل دوت بيقدم مواصفات موبايل رائد حرفيا وانا عايز اقولك ان امكانياته فعلا عالية جدا جايب احدث معالج موجود في موبايل اندرويد وتطبع عارف اهمية المعالج في الموبايل غير طبعا باقي التقنيات الممتازة وانا انا بتكلم عن موبايل ريلمي جي تي 5 برو اللي بيجي بمواصفات جبارة ولكن بالسعر المنافس بكل المقاييس فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل طول الموبايل دوت 161 ملي وبعرض 75 ملي وبصمك 9 ملي والوزن عامل حوالي 218 جرام والدهر بتاعه مصنوع من الازاز او السيليكون على حسب يعني اللون اللي تختاره والفرين بتاعه بيجي مصنوع من الالمونيوم وبدعم تركيب شرحة نوت تصال مع دعم شباكات الفايف جي وبنسبة للصوت الموبايل الخارجي فالصوت هنا بيجي استيريو بقوة 24 بيت واستغنى عن مدخل 3.5 وبيجي معمورية IP64 يعني مقاوم رضاز الماء والأتربة والبصمة بتاعته بتيجي تحت الشاشة أما بقى بالنسبة لمصفات الشاشة فبتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.8 بوصة مع نسبة استعباس بتوصل لـ 92% وبدقة 1264 في 2780 بيكسل وبكسافة بيكسلات 450 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل لـ 4500 شمعة وكمان بتدعم المليار لون وتقنية الـ HDR 10 Plus ومع معدل تحدث عالي واللي هو الـ 144 هيرتز وديت كل حاجة عن الشاشة ولو عايز تطلع عيوب فالعيوب الموجودة من وجهة نظره أنا إنها مفيهاش تقنية الوزندس بلعي ده لحسب المواصفات الموجودة قدامي دلوقتي وفي نفس الوقت مفيش طبعة حماية بتيجي على الشاشة أما بقى بالنسبة للرام والزاكرة فالموبايل دوت بييجي بـ 3 نسخ الأولى 256 جيجا مع 10 جيجا رام والتانية 512 جيجا مع 16 جيجا رام والتالتة 1 تيرابايت مع 16 جيجا رام من نوع UFS4 وللأسف يعني مفوش مامريكارد لكن هنت هنا عندك أقل مساحة تخزين 256 جيجا أما بقى بالنسبة للسوفتواري والمعالج فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل أندرويد 14 مع جيتريل مي يو اي 5 مع معالج سنابي درجون 8 جين سري بمعمارية 4 نانو وبتردد بيوصل لـ 3 و 3 من 10 جيجا هرتز وما معالج رسومي أدرينوس هو 150 وبنسبة ليعني أداء المعالج دوت فده معالج ممتاز يعتبر أقوى معالج موجود في موبايل أندرويد حرفيا في اللحظة ديت يعني يعود معك على أقل من 5 ل 7 سنين من غير أي تهنيج معالج قوة ومحترم وهديك أداء جبار من ناحية برامج والألعاب وطبعا الألعاب على أعلى أعدادات بسبب المعالج وكارت شاشة البي جي بي اللي هو أدرينوس هو 150 وفي نفس الوقت حفظ لك عبطارية بشكل كبير بسبب معارية التصنيع اللي هي الـ 4 نانو أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بـ 3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.7 وبتدعم التثبيت البصري الـ OIS والكاميرا التانية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.6 ودية كاميرا تولفوتو 2.7X Optical Zoom وبرضه بتدعم التثبيت البصري الـ OIS والكاميرا التالتة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 ودية كاميرا ألترا ويت بتصور بزاوية 112 درجة وبيجي مع فلاش لدنمز دوج وبتدعم تقريت البانراما والـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 فريم أما بقى بالنسبة لكاميرا الأمامية فبتجي بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.5 وبتدعم تقريت البانراما والـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبنسبة لي عن أداء الكاميرات فواضح من الأرقام أن أداءها هيكون كويس جدا ولكن في حاجة مش عجباني إذن الموبايل دوت ما يدعمش التصوير الـ 8K هو فعلا أغلبيتنا مش هيستخدم الـ 8K عشان بيسخن البطارية جامج وفي نفس الوقت بيتاخد مساحة تخزين مهولة ولكن المعالج دوت عنده الكفاءة إن يصور بدقة 8K أما بقى بالنسبة لبقى تقنيات فالموبايل دوت في واي فاي من إصدار السابع وبلوتوث من إصدار 5.4 ومعا كمان يجيب إستوى تقنيات الـ FC والـ IR لكن مفهوش راديو أما بقى بالنسبة لبطارية فبتيجي بالساعة 5400 مليا أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 100 واط مع شاحن من نوع Type-C 3.2 وأنا عزي أقولك هتقدر تشحن البطارية من 0% لـ 50% فحوالي 13 ديئة بس والكمال بيدعم الشحن العكس بقدرة 50 واط وبالنسبة للألوان فالموبايل دوت بيجيب 3 ألوان الأسود والفضي والبرتقاني أما بقى بالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 465 دولار يعني عمل حوالي بالمصري 14400 جنيه مصري وعمل في دولة السعودية 1745 ريال سعودي وفي الجزائر عمل حوالي 62 ألف دونار جزائري وفي دولة العراق عمل حوالي 600 ألف دونار عراقي وطبعا سعره في مصر هتوقع انه ما يعدي شوية أكتر من كده يعني ممكن يوصل لحوالي 24 ألف جنيه مصري وده توقع مني صحب الجمالك والضرايب وطبعا رأيك تحت في التعليقات مهمة جدا بس فانيا بتنساش تعمل اللايك بسكراب وشير والسلام عليكم